مرحباً أتمنى أنك مفيدة و تعمل جيدة أولاً أريد أن أتشارك شيئاً ما حدثت معي أحد من أعلمين في يوم الأيام لأيته بقول لي أتسألتك سؤالك و هو كان جيداً أنا قلت له إزاي يعني أتسألت فطبعاً في مدرساتكم ما تسفش حيكة كده فأنتسألت عن العرور و أتعلم أن هناك مختلفة بين دانس دانس دت أسك أسكت و مثلاً أخبر كول حسب اللتر اللي عندي و هو واسد أو واسد فالبرونسيش أن أريد أن أشاركو معاكو النهاردة لتحلم الثاني و ثلاثة لتحلم الثاني و ثلاثة لتحلم الثاني و ثلاثة اللي هي أبتنتهي بدي follow the following rule what is the rule the pronunciation depends on the sound of the verb sound dda voiced يعني ايه voiced يعني الحرف بتاعي في vibration put your hand over your throat during you pronounce the letter لو في vibration in my throat يبقى دا اسمه voiced letter في الحالة دي بيبقى اضافة ال-ed بتتنطق d okay like here verbs end with voiced the letter ب-د-ج-ج-R-M-N-L-Th-S-The-The okay and why all these letters يا شباب لو بتنتهي بيها ال-verb بتاعنا في vibration هيبقى زي used closed happened joined joined left left called called amazed amazed claimed claimed rescued rescued died died okay في اوقات احنا during our session in the school day ما بيكونش عندنا enough time to talk about pronunciation rules and things like this okay فطبعا تراتي we have very very long time we don't know how to share it with you okay verbs end with unvoiced letter زي ش ش د ك أف ب أكس س ث كل ده letters come from our mouth without vibration no vibration بنسميها unvoiced letter بنسميها unvoiced letter وهنا لما نيجي نحولها لل post participant أو second form بتتنطأ ت زي talk talked oh talked يا شباب work work it ask ask it laugh laughed snuff snuff push push watch watch it scoop scoop dance dance help helped pass past park part kiss kissed me and I gave you all a big kiss from your teacher okay دول بار يحول جدا verbs end with they were tip that not add like start started land landed wait waited fold folded need needed want wanted adopt adopted hunt hunted good luck your English teacher من الصباح سليم your mistakes are my source of inspiration يعني ايه اخطأكم يا شباب هما اللي بتخليني افكر ايه لانا محتاجة ان اقدمو للطلبة بتوعي وزي ما كان بابا يا الله يرحمه دايما يقولي ليس العيب ان نقطع ولكن العيب ان نظل على هذا الخطأ فكلنا بنغلط ده حاجة عادية جدا بس المفروض ان احنا learn from our mistakes ياريت الحاجة صغيرة عن البرونسيشن دي تكون مفيدة جدا ليكم دايما تبقوا مشرفيني في اي مكان ما نغلطش تاني الفايست الفايست لترز خلاص يبقى بنحولها بننطقها الدي انفايست لترز لو الفيربس عندي اند واذ انفايست لترز بيتحول للت داي بارك بارك اوكي اسك اسك دي مهمة جدا اوكي لو الفيربس اند وز دي انت تنطق اد اي هوب ان انتو ما تنسوش الرول الصغيرة دي وايزة بقى افكار بقى انا معاكم واشوفكم على خير بازن الله see you soon ان شاء الله